السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم حمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج جاد والاستيليتور سي سي 2017 للمبتدئين درسان نهاردة نتكلم فيه عن اداة الشيب بيلدر تول اداة مهمة جدا واداة خفيفة واداة بسيطة مش معقدة ولكن هي وظيفتها بتعمل دمج وتلوين للاشكال دعنا نرى هذا الكلام بشكل عملي سريعا انا هنا هفتح الستريتور وهبتدي ارسم وليكن دايرة بالمنظر ده هاخد منها نسخة هنا كده وانا ضغط طبعا الالت وشيفت زي ما قولنا وتعلمنا واخد منها نسخة كمان تحت اعمل بس دور جروب وامسك التلاتة مع بعض وعمل لهم الان دلوقتي عندي الثلاث دواير اللي قدامي دول طيب اداة الشيب بيلدر دائما قولنا هي بتتحكم في التقطوعات اللي مبين الاشكال سواء في تلوينها او في دمجها او في حسفها يعني لو امالنا سيلكت على الثلاث دواير زي ما نرى فيه هنا تقطوعات مبين الثلاث دواير وبعض اللي هو الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده وطبع فيه اجزاء هنا بره خارجية عشان نوصل لادات الشيب بيلدر تول هتلاقي هنا في سندول ادوات ده شكلها واختصارها شفت زائد ام اللي هي الادا دي شوفوا انا اول ما هقرب لازم تكون عامل سليجت او تحديد للشكل واول ما هقرب من الاشكال دي كلها لاحظين الهايلايت الخفيف اللي ستريتور بدأ يحس به هو دلوقتي بدأ يحس بالتقطوعات اللي مبين الاشكال وبعضها زي ما انت شايفين كده تمام فدلوقتي كون المطلوب منك ان انت تروح للالوان سواء طبعا من هنا او من هنا وتختار اللون اللي انت عايزه وليكن لون زي ده وابتدي شوفتوا اول ما هتغطت كليك 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 هي دلوقتي لونتلي الاشكال اللي نتكى ما بين التلات اشكال دي ولكن خلي بالك هي بس مش لونت هي كمان فصلت يعني لو حركنا الشكل ده والشكل ده والشكل ده لانها من الاشكال دي كلها اتفصلت عن بعض فبالتالي دلوقتي هي قامت بوظيفتين ووظيفة التلوين ووظيفة الفك وده بيحصل ازاي زي ما قلنا عن طريق كليك يعني دلوقتي كليك فقط يساوي تلوين لقم اشترق كليك وارجع ثاني كنترول زد 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 والشكل وارجع للشكل الاول ثاني شكل جيدة بتعميل اداة الشيب بالدر دول كما قلناithا نوعا Nevers سيستطيع اشترق كليك دلوقتي انا الاول كنت بعمل كليك وبيتلون لا دلوقتي انا هعمل كليك وابتدي اسحب انا لسه خلي بالك ما شلتش ايدي من على الماوس انا ضغطت كليك وابتدي اسحب شايفين دلوقتي هو بدأ يعمل ايه؟ بدأ يخش على الشكل اللي بعده وعمل لي فريم لونه احمر كده لو تلاحظوا ده معنا ان انا لو سبتي ايدي ده الشكل اللي هينتج عندي ركزوا معي كده على الشكل في اوط لان احمر صغير شوفوا لو ضغلت على الشكل اللي بعده ولو ضغلت على الشكل اللي بعده بل انه سيدمج لكل الاشكال دي ودمج هالي فعلا ولو انهالي بالشكل ده طيب لو عايز ده وده بس دماجها بالشكل ده طيب ممكن بعد ما كده اختار لون تاني خالص وابتدي اروح وادمج بالمنظر ده تعالوا بقى شوفوا هو هنا لون زي ما قلنا وفي نفس الوقت دمج وفي نفس الوقت فصل فدلوقتي كليك واسحب هيديني دمج وتلوين اترجع ثاني كنترول وزد اخر حاجة بتعملها اطلق انها جمان بتلغي بمعنى لو رحت عند الاداة وضغط اطلق اطلق وابتدت اطلق 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 وتضغط آلت وبتسحب بالمهاوس جعل اطلق أطلق الشكل ك testimony كم قاعدت ثاني ثاني تضح الهجيل اوجد على مقام اطلق اذا قلت لكم لو انا اعجب احرر هذا الستروك ده اتحاول الستروك اذهب بقى مقاومة Object بقى Expand بقى حمل مزيد شوفت الوقت لا يوجد احرر استروك ويستحاول الستروك اخطر الوضع اختار لون ثاني اضغط على ديات Shape Builder واختار لون ثاني وابتدي اروح للأداة بصوا انا ممكن ادمج ده مع ده مع ده مع ده مع ده مع ده باللون ده تمام اروح لأداة shape builder واختار لون تاني خالص وابتدي ادمج جزء مثلا ده وده وده مع بعض يبقى برضو اداني شكل تاني خالص وزي ما قلنا برضو عايز تشيل حاجة او تعزف حاجة يبقى اضغط alt واسحب على الجزء هذا انا مش عايزه تمام اطلع من ده اساسا لوجو اعمل انجروب يعني عندي الجزء ده الوحد تمام يديره مثلا لون ويدي برضو نفس اللون لو تفتكروا ما قلنا بس غيرت عشان يديره شكل تاني وممكن برضو تديره نفس الجردينت برضو لو مش عايز الجزء ده ويكون طبعا ممكن تشيله زي ما قلنا ان انت تضغط كده ويكون مثلا ويكون طبعا شكله وهو موجود احسن وتديره برضو نفس الجردينت بالمنظر ده طلع معي شكل بالمنظر طيب تعالوا نعمل شوية تطبقات سريعا ونستخدم فيه اداة عشان نفهم طريقة عملها اكتر لو انا عندي مجموعة دوائر زي اللي قدامنا دي دي مجموعة دوائر عادية مرسومة باعدات السيرك العادية الدائرة تقدر ترسمها ولو انا لهم سيلكت بالمنظر ده وروحت لادات شيب بلدر تول وتعالوا بقى ان دلوقتي عايز ادمج يبقى اضغط واسحب الشكل ده وعايز اشيل الاشكال اللي برا دي او احذفها يبقى ALT واسحب يبقى عددهم وروح ادمج معي بالمنظر ده يبقى انا زي ما انت شايفين عملت لوجو زي لوجو وفدافون طبعا ممكن ارونه بقى حاجة بالمنظر ده ارسمت لوجو سريعا باعدات الشيب بلدر تول لو عندي كمان دايرة زي دي كده اقررها ALT مع SHIFT CONTROL دي عشان اقررها كمان واخد منها نسخة تحت انا عندي دلوقتي او الست دواير دول بالمنظر ده اعمل عنهم سيلكت شيب بلدر تول اعايز ادمج دول مع بعض يبقى اضغط واسحب بالمنظر ده وانزل تاني بالمنظر ده كده دلوقتي انا مش عايز امسحه delete 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 اداني ورده شكل بالمنظر ده ممكن تطلع منه لوجو بشكل جمالي بعد الالوانك ممكن تطلعه 3D هيتطلع معاك لوجو بمنظر قويس بقى السؤال المعتدل دايما بيتسائل طيب التكست ايه دوله في اعدات هل تشتغل على التكست لا الحال ان انت تخلي التكست وخلي على طول النسخ هاي اللي جوه دي اعملها create outline لان يجي اللي هشتغل عليها ليه بعمل كده لان ورد جدا ان انت بعد ما اشتغل وتتعب نفسك تلاحظ او دكتشف او يجي العميل يقول له تغير لي الحرف مش ده اللي احنا اتفقنا عليه او معلش يزود لي جنب الحرف ده حرف كمان فبالتالي بعد ما انت عملت outline للفونت هتضطر وترجع لو انت مش حافظ اسم الفونت ترجع تكتب تاني وتبتدور في بلستة الخطوط او الخطوط ده كان اسمه ايه ولو عندك خطوط كتير عجاز هتاخد وقت كبير فانا باخد النسخة دي في جنب عندي كده خارج الart board بحيث لو طلب تعديل في اي وقت خلاص دي بقيت عندي تيكست هو طلب مني غير لي دي او زود لي حرف معا خلاص بزود بمنطقة البساطة حرف او حاجة بنفس الفونت اللي انت او اللي هو قال عليه فانا دلوقتي عندي حرف زي حرف الا وحرف مثلا الاس سوف اشتغل عليهم اعمل زوم كليك يمين create outline وبعدين كليك يمين ثاني تقول انجره بحيث يفصل لكل حرف انا دلوقتي اعمل لوجو وبحاول اعمل تكوين من اللوجو ده فانت ممكن ان تشغيل بالمنظر انت شايفينه ده عايز تقرب مثلا ولي اكون دي من دي بالمنظر ده كده مثلا انت اخترت لوجو زي ده وعايز تفصل او تلغي الحاجات اللي برا ده اداة شبل درطول هتنفعك قوي في الحاجات اللي زي ده اعمل كليك كده select اداة شبل درطول انا مش عايز الشكل ده شفت انا اول مقربت بالماوس اعمل تحديد لده اعمل تحديد لده وعمل تحديد لده انت مش عايز ده اضغط click وعمل كده او اعمل click واضغط كده شل الجزء ده او ارجع خلي ده واكتفينا ان احنا شلنا الجزء اللي كان هنا وليكن مثلا طيب خلينا ناخد مثال تاني ممكن حرف اه ده ونكتب معها حرف الو بالمنظر ده click mean create outline خلينا ناخد منه نسخة برا الاول لاني هحتاجه تاني click mean create outline وهدين click mean on group وابتدي اضبط الدنيا بتاعتي بالمنظر ده حسب طبعا انزوك وحسب اللوجو اللي انت عايز تعمله وليكن ها رحب تتخرف كمان زي حرف الاي ده وعايز الحم دول كلهم مع بعض كده طبعا اقدر اكبر هنا كده ما تتعبش الموضوع على نفسك وقرب كده بحيث ان انت ايه تشوف الدنيا معاك ماشي حد ما توصل للشكل اللي انت عايزه وليكن انا الشكل ده بالنسباري مناسب وده اللي انا عايزه بس مش عاجبني الحتة دي عايز اشيلها سلكت على كله shape builder tool تعالى هنا اضغط alt شوف اول ما ضغلت alt اول ما ضغلت alt بقت ناقص بالمنظر ده وتعالى على الجزء ده شيله ومسعه عندي طيب الجزء ده عندي لسه ده حرف وده حرف طيب انا عايز اتمكن مع بعض وماله اعمل كده وتعالى shape builder كليك واسحب بقى المرة ده شوفت عمر ايه اعمل دمج للشكل اللي خلاص دي برضه وظيفة shape builder tool تقدر تستخدمها انا بس بديكم شوية امثلة بحيث تعرف او دماغك تعرف shape builder tool هتقدر تستخدمها في ايه طبعا الباقي كله ده لك حسب انت ابداعك وحسب فكرتك وحسب الشغل اللي انت عايز تطلعه انا اخترت فون زي ده وكتبت حرف البي زي ما انت شايفين طبعا زي ما قلنا كليك يمين لازم اخليها create outline وتعالى مثلا ارسم دايرة بالمنظر ده ونضيها اي لون تاني كليك يمين arrange bring to front عشان اطلع الحرف قدام وانا عندي حاجة زي كده خليني ادي ابيض عشان اللون طيب انا عندي منظر زي ده او شكل زي ده وعايز اخلي كل جزء في الدايرة ده بلون تاني يعني ايه яют اطلع ثقاف حاجة اطلع bone المشكلة الطبع انريل اطلع estructur وانتعال جزء صغير و istu اطلع وانتعال انر كيفüzel lick تعالوا نشاهده هتعمل سلكت على كله وتأتي لأداة شب بلدر تول ولكن لحظة قبل ما أقرب منها لم تفصلت ليش هي عملها سلكت أو هاي لايت للدايرة كلها ليه؟ دائما انت بتفصل حاجة مثل هذا لازم تكون الحرف أو أي حرف تستخدمه فاصل ما بين الدايرة يعني هو هنا وانت ممكن وانت تكون مصغر شايف ان الموضوع ما فيه مشكلة فتيجي تشتغل وتقول هي ليه ما بتفصلش هنا لان لازم هنا تقبر وتبعد الحرف كده تخليه يفصل الدايرة يبقى فيه فاصل ما بين الجزء ده والجزء كده هي الاول كده فبالتالي هي مازالت كل الجزء ده حتى الوحدة أول ما بقرب الجزء ده كده لان انا عايز خليه يفصل أو يتلاقى مع الدايرة اللي انا رسمها فهي اما تخليه بالزبط هذا هو وظيفة السمارت جايد معك انه هو اول ما بتيجي بيقولك ان انت خلاص كده هتلاقى مغناطيس كده ان الحرف قرف جدا من الدايرة عايز اتأكد اكتر مفيش مشكلة تطلعه شوية خلينا غير لونه اشان ايه تفهموا انا قصدي ايه يعني بصوه كان كده لو انا اول ما قربه كده خلاص دلوقتي هيفصل لي هو الجزء ده كده والجزء ده لوحده تعالى بقى نصغر طيب تعالى نعمل كده ونجيب اداد شر بلدر بص وفعلا هو هنا بدأ ابعدها بس اسلنا كده اه هو هنا احس ان دي لوحدها ولكن برضه ما زال هو فصل اللي جوه انما اللي بره ده ما زالت كلها كاملة ليه لان انا لسه عندي الجزء ده ما فصلش الدايرة تعالى برضه كده وطلعه بره شوية او خليها على الدايرة بالضبط او بره سن عشان تبقى ايه في الضمانية اعمل سلكت كده شير بلدر بصوه دلوقتي خلاص دلوقتي فصل دي تعالى بقى اختار لون تاني زي ما قولنا قبل ما نبتدي اللون وقتال لون ثاني وقبل ما نبتدي وهاته هنا اريد ان تغييرهم لون ثاني خالص واضغط هنا اريد لون ثاني اضغط هنا يبقى او خليها يعمل لي شيء بالمنظر ده دي مش عجباني الحتة للحامر دي ما لديه اي لازمة في الموضوع معنا يبقى تعالى بالشير بلدر طول اضغط ALT واسحب بحيس ان ايه يوجد هكذا لذا لم يحتاجها يدعني شيء بالمنظر هناك سؤال جيد لماذا دائما كل شوية ومفيش طريقة تانية ان انا كل شوية اروح للسويتش وبتدي الوين واختار اللون هناك طريقة تانية كويسة جدا ونتوفر عليك الوقت وانت بتختار العلوان ممكن تعمل دابل كليك على الشيب بيلدر هنا سيطلع لك الشيب بيلدر طول option بالمناسبة هنا في البلدر وهي اللون يكتب بداخل ويقوم بشكل دمج أستطيع فاكرا اخبرنا هنا هنغير approve ارى لديه الان قال لي انها الشكل هو دفع الماوز حسنا يمكن أن تغيره كما قلنا وانت اختارت لون الخليل تانية لا يتفاد او انت شغال على الارت بورد مثلا كات بنفس اللون وبيحصل عندك تدار وبيع ولكن المهم عندي في البانل دي كلها الامر ده كروسر سويتش بريفيو هنا بعلم عليه وبقول له اختلي الالوان بتاعتي من السويتش يعني ايه بعد ما بعلم عليه لو تلاحظوا هاجي اعمل سيلكت كده واجيب العداء بص حصل ايه بدأ تظهر لي مجموعة الالوان زي ما انت شايفينها كده طيب الالوان دي جابها من هين وزي بتحكم فيها الالوان دي انا قلت له ان انت اخدها لي من السويتش اللي هي هنا شوفوا اول ثلاثة الوان اللي هو ايه الاسود والاحمر والاصفر الاسود والاحمر والاصفر طيب ازاي اتنقل ما بينهم ودلوقتي واقف على الاحمر يعني بقول لي لو ضغطت هلون لك بالاحمر عايز تروح للاصفر فبادر ما تروح من هنا للبانل لا خلاص سقفل دي خلاص انساها او خليني بس ثوان يا جواريك حاجة هتتحكم بالسهم يمين وسهم يسار في الكيبورد بص انا بتحرك بالسهم بيحصل ايه بص على الماوس هنا بيغيرلي الالوان وبص كمان هنا ركز هنا خلي نظرك هنا هتلاقيه بيبتدي يروح او يتحرك لللون اللي بعده وهكذا لو ضغطت شفت مع السهم هتلاقيه بيتنييلك لصف اللي تحته سريعا او اكتر فانا بقوله والله يختار لي اللون ده خلاص ده اللي انا عايزه او روحه للجريديا انت برضه تقدر تختار جريديا انت ما عندكش اي مشكلة اضغط هنا او بدأ يلون روح لللون اللي بعده واضغط هنا وبدأ يلون يبقى انا دلوقتي وفرت على نفسي ومضوع ان انا كل شماية اروح اختار للون الاول وبعدين اضغط طبعا الليل الرحمر سيئ جدا ممكن نخليه ابيض كده وتبتدي بقى انت و جمالياتك في الحتة دي ومضوع الجريديا انت والكلام ده كله عشان تطلع بشكل او شعار او لوجو بشكل زريف او شكل جمالي فده طبعا شيء يرجع لك انت بكل درسان يكون انتهى النهاردة بخصوص اعدات الشي بلدر تول انتظروا ان شاء الله في الدروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته